وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم معذنا في خطبته كل بدعة ضلالة وأظننا جميعا متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرصح الخلق ومتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول ومتفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق فقد اجتمع في كلامه صلوات الله وسلامه عليه كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان والبلاغة أفبعد هذا يمكن أن يأتي رجل فيقول إن البدعة تنقسم إلى كذا وكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة والله لو قال هذه الكلمة رجل ممن يعظمونه لكانوا يحملونها مكتوبة بالنور على رؤوسهم يقول فلان كل بدعة ضلالة فكيف وقد قالها أشرف الخلق أعلموا الخلق أنصحوا الخلق أفسحوا الخلق هم أنفسهم يريدون بهذه البدعة التي اتدعوها يريدون بها أن يحشروا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صادقين في ذلك فليلتزموا الأدب معه لا يتقدموا بين يديه بشرع ما لم يشرعه إن أي بدعة يحدثها الإنسان يتقرب بها إلى الله معناها الطعن في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلة وكنهارها أليس الله قد أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم هل ترك هذه الشريعة أو هذه الشرعة التي ابتدعتها ولم يبينها جهلا منه بها أو كتمانا منه لما علمه الله